الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليماً كثيراً أما بعد من الأمور التي حرمها الله عز وجل في كل الشرائع وجعل الفطر السليم السوية تكرهها وتنبذها الظلم فالظلم حرمه الله على نفسه وحرمه على خلقه وقد حرم الله عز وجل الظلم في كتابه وحرم الظلم رسوله صلى الله وسلم في سنته المباركة وتوعد ربنا جل في علاه من ظلم فدعى عليه المظلوم أن ينصر دعوة المظلوم جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فدعوة المظلوم مستجابة والحذر كل الحذر من أن تعرض نفسك أو تعرضي نفسك لدعوة مظلوم قد تستصره في عينك لأن بعض الناس قد يهابون ظلم العظيم عظيم القدر عظيم الجاه يخافون من هيبته الدنيوية لكن قد يتجرؤون على الضعيف المستضعف يقول هذا ما وراء ما وراء خوف لو ظلمناه ما يقدر يأخذ حقه لكن الإنسان سوي الفطرة سليم الصدر والله ما يظلم لا ظلم كبير قدر ولا قليل قدر ما بعرض نفسي لدعوة مظلوم يدعو علي واستمع أيها المشاهد واستمع أيها المشاهدة لهذه القصة الحقيقية الواقعية القريبة التي يحدث بها صاحبها بنفسه ولسانه يحكي لنا أحد الإخوة عن خطيب من خطباء العراق أهله في البصرة ويخطب في بغداد يقول في مرة من المرات خطبت خطبة عن الظلم وأمامي رجل مقعد على الكرسي المتحرك وبمجرد ما ابتدأت الخطبة عن الظلم أخذ يبكي مكاء مريرا طول الخطبة ويبكي خلصت الخطبتين نزلت صلينا صلاة الجمعة وما زال الرجل يبكي بعد الصلاة جاني وقال ضروري تشرب الشاي عندي بعد الصلاة ولزم عليه قلت أنا والله مضطر أرجع وقال لي أبد لزم عليه إلزام يقول فعلا رحت مع البيت قال لي والله أنا بقول لك قصتي أنا ضابط من الضباط في الجيش العراقي وقت غزو الكويت من قبل البعثين العراقيين يقول وإحنا سيطرة اللي إحنا نسميها الحواجي نسمونها العراقيين ذاك الوقت سيطرة حاجز يقول مر الحاجز جمس سوبربان موديلة 88 يقول تاقة نفسي لهذا الجمس وفيه رجل يسوق ومعه نساء فعزت إلى العسكر الشرطة أن يستفزونه وينزلونه يقول فعلا استفزوا وصار بينهم ملاسا يقول كان أدخل أنا بقوة وأضربه بالكعب المسدس وأصار علي ونزلهم من السيارة كلهم أطردهم وأرمي لي كم رمية عشان يخافون فعلا مساكين خافوا وأخذ السيارة لما نزلناهم أرعبناهم وخذينا السيارة سمعت المرأة تقول الله يشلك الله يشلك يعني عسى يصيبك الشلل يا ترى ما الذي حصل بعد هذه الدعوة من هذه المرأة العجوز بعد الفاصل نتواصل عودا على بد بعد أن دعت علي هذه المرأة بالشلل يقول بعدها بدقايق مو أيام ولا أسابيع دقايق يقول شعرت بألم في ظهري يقول سبحان الله بدأ الألم يزيد 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 أيام يزيد جدا اضطررت أرجع إلى بغداد من أجل أن أعرض نفسي على الأطباء والمستشفيات وفعلا قرروا لي عملية وللأسف شلت العملية وأصبت بشلل في أرجلي يقول أيقنت حينها أن هذا بسبب دعوة تلك المظلومة لما قالت عسى الله يشلك يقول سبحان الله وظليت على هذه الحال فأنت يا أيها الخطيب أنت أهلك من أهل البصرة وأهل البصرة قريبين من الكويت أرجوك هذا السوبر على حطته يعني حطيت غطيت على حطته ما مشيت فيه عقوب الشلل أنا ما أنا عارف الآن منه منه صاحبة أبي رده بأي طريقة الله يرضى عليك أبيك تتواصل تأخذ السوبر وتتواصل مع أي واحد من أهل الكويت يرد السوبر قلت له ما أعرف أحد والحين الحدود مغلقة ما إحنا قادرين الروح ولا أحد يجينا حاول فيني وأعتذرت قلت ما أقدر أتحمل مسؤولية ما في تواصل ولا في ما قال لي خلق قبلش بعد أخذ السوبر وصير دين فرقوبتي وحاول حاول حاول بمرارة قلت له يقول سبحان الله رديت البصرة يقول بعد سبحان الله سبوعة وسبوعين تقريبا وأنا ذهب خذت لي سيارة تاكسي متوجه إلى بغداد يقول تاكسي شعب ركبت معا تاكسي وبالطريج تناصفنا الطريج سأل لي سؤال هكذا عمي شون الأحوال عندكم قلت له والله الأحوال ما تسر والحالة شيئنا كان يقول لي والله حتى أنا والله يا عمي حالتنا شيئنا والله يا عمي أني أنا أبوي عراقي وأمي كويتية وكان عندنا سوبر جمس هذا وكنت أشتغل عليه وكد عليه وإحنا بالكويت يقول سبحان الله وقفنا ضابط بتفتيش وطردنا وخذ مننا السوبر ومن خذ السوبر ما عندي رزقة ترزق منها تالي الحين ها التاكسي هذا كد عليه يقول أنا قاعد أقول سبحان الله أنا بحلم أنا بعلم قلت سوبر شنو موديلة قال موديلة ثمانية ثمانية يقول عدانا شايف السوبر لما رح تحقل هذا المشلول قلت سوبر أبيض بحمر قال نعم أبيض بحمر قلت سبحان الله أمش معاي بإذن الله أن السوبر موجود وين تترك تأخذه يقول فعلا وصلنا بغداد ورحت حق هذا الشخص الضابط المتقاعد وجبت ولد صاحب السوبر وخذ السوبر واتصل على والدته وطلبها تحلل ذاك الضابط اللي سبحان الله خذ منهم سيارتهم بالقوة يقول والله العظيم بعد سبوع أو سبعين يقسم بالله العظيم أني رأيت يصلي عندي في الجمعة بعصى بدون الكرسي المتحرك بعد أن سامحت وعفت عنه تلك المضاة إذا ظلمت تحلل ممن ظلمته ترجمة نانسي قنقر